بسم الله الرحمن الرحيم موضوعنا اليوم بالإحصاء للمرحلة الثانية هو الجداول التكرارية والفئات الغرض من دراسة هذا الموضوع هو لموضوع التصنيف سواء كان للطلاب أو اللاعبين تصنيف على شكل فئات المثال ضربنا هو مثال تم تطبيق اختبار الرمية الحرة بكرة السلة وحصل الباحث على البيانات الآتية المطلوب إيجاد طول الفئات أو إيجاد جدول تكراري ذو فئات إذ علمت أن عدد الفئات يساوي خمسة والطلب الثاني هو التكرار ثم التكرار المتجمع الصاعد والتكرار المتجمع النازل ومراكز الفئات مع تمثيل مراكز الفئات والتكرار بمضلع ومنحنة تكراري البيانات هي بالبداية احنا اعتيادي كل باحث يأخذ البيانات ممرتبة 9-5-7-7-9-8-9-3-12-4-9-8-8-7-6-10-4-12-6-7-3-12-10-4-7-6-6-5-13-3 من نريد نحل حتى نكون الفئات أول خطوة بالحل هو ترتيب البيانات تصاعدياً أو تنازلياً علماً أن عدد البيانات هو 30 يعني نون يساوي 30 جينا رتبنا البيانات من أقل رقم إلى أعلى رقم أقل رقم مؤشر بالأحمر هو 3 وأعلى رقم هو 12 رتبناها من أقل رقم إلى أعلى رقم وإنطينا تكرار كل رقم من الأرقام التالية ثم استخرجنا طول الفئة من خلال القانون يساوي طول الفئة يساوي الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى زائد 1 على عدد الفئات نحن عرفنا عدد الفئات معلوم هو 5 ويساوي 12 ناقص 3 12 هو أعلى رقم ونقص 3 أدنى رقم زائد 1 على 5 ويساوينا 10 على خمسة ويساوي 2 طول الفئة يساوينا 2 حاليا سنرسم جدول التكرار ذو الفئات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رسمنا الفئات وخليناها بالجدول أول عمود هو عدد الفئات 5 وثم الفئات طولها كل فئة رقمين من 3 إلى 4 من 5 إلى 6 7 إلى 8 9 إلى 10 11 إلى 12 رموز الجدول الفاء هو الفئات والتكرار كاف تكرار المتجمع الصاعد وثم التكرار المتجمع النازل ثم مركز الفئات هسا رح نستخرج التكرار لكل فئة تكرارها استخرجنا الفئات ثم التكرار واستخرجنا التكرار المتصاعد ونقل التكرار الفئة الأولى وضعها أضام الفئة يعني الخلية التابعة إليها ثم نجمع عليها تكرار الفئة الثانية ونضعها أمامها وتكرار الفئة الثالثة ونضعها أمامها وهكذا إلى آخر تكرار بحيث يصبح مساولة مجموع التكرارات يعني تكرار الفئة الأخيرة مساولة مجموع التكرارات والتكرار المتجمع الصاعد النازل عفوا التكرار المتجمع النازل هو أن نبدأ بمجموع التكرارات ونضعها أمام تكرار الفئة الأولى ثم نطرح منه تكرار الفئة الأولى ونضعها أمام الثانية ونطرح منه تكرار الفئة الثانية ونضعها أمام الثالثة وهكذا إلى آخر تكرار بحيث يصبح الناتج صفر آخر نهاية الحل هذا بالنسبة إلى التكرار المتجمع الصاعد والنازل اشتركوا في القناة والاستخراج مراكز الفئات يتم استخراج مركز لكل فئة القانون مالتا الحد الأعلى زائد الحد الأدنى على اثنين تقسيم اثنين ويساوي الفئة الأولى 3 زائد 4 على اثنين يساوينا 3.5 اذا قلنا 4 زائد 3 و3 زائد 4 نفس الحال 3.5 للفئة الأولى والفئة الثانية نفس الحال 6 زائد 5 على اثنين يساوينا 5.5 أو نقدر نطلع بإضافة طول الفئة كل مركز نضيف لطول الفئة يطلع نفس الحال يعني 3.5 زائد 2 يساوي 5.5 زائد 2 يساوي 7.5 زائد 2 يساوي 9.5 زائد 2 يساوي 11.5 المطلب الأخير هو التمثيل أي الرسم البياني رح نرسم البيانات اللي هو مراكز الفئات والتكرار بمضلع وبمنحنى تكراري الرسم رح يكون خط أفقي وخط عمودي الخط الأفقي لهو مراكز الفئات نعم رح نرسم المراكز بالخط الأفقي ونعينها المركز الأول 3.5 والمركز الثاني 5.5 والمركز الثالث 7.5 والرابع 9.5 والخامس 11.5 هنا صفر هنا المسافة تقدر أنت تحددها تريد تخليها على التكرار ليس خطأ 2.5 أعلى أعلى تكرار عندنا هو 8 رح نجي المركز الأول نعين تكراره 6 المركز الأول تكراره 6 المركز الثاني تكرار ثمانية والمركز الثالث تكراره 7.5 يعني بين الستة والثمانية مركز الثالث تكراره أيضا ثمانية عفوا مركز الثالث ترك أيضا ثمانية والمركز الرابع تكراره خمسة بين الأربعة والخمسة والمركز الخامس تكراره ثلاثة نرسم الشكل البياني الذي هو المضلع الفرق بين المضلع والمنحنى المضلع بزوايا والمنحنى بدون زوايا نرسم المنحنى نفس الرسم غير اللون القلم هذا صار المنحنى والمضلع شكرا